مرحبا بكم أصدقائي الأوفياء إذن في هذه الحصة سنشتغل على مشروع الوحدة لدينا بطاقات التعارف إذن أولا أعد بطاقة تعارف لكي أتعرف على أصدقاء جدود إذن بطاقة تعارف فهي تضم معلومات خاصة بك منها الإسم العائلي والإسم الشخصي تاريخ ميلادك أين توجد مدرستك في أي حي ما يعجبك وما لا يعجبك أيضا مما تتكون أسرتك وكذلك هواياتك إذن الإسم العائلي إذن هنا ستكتب الإسم العائلي ديالك يعني الكنية ديالك هتكتبها هنا في هذا المكان مثلا غادي تكتب الكنف الإسم العائلي دياله مثلا غايت كتب مثلا الناصري إذن هذا غير إسم العائلي غير درناه أما أنت هنا كتب الإسم العائلي ديالك وهنا كتب الإسم الشخصي ديالك إسمي الشخصي مثلا محمد أو أيمن أو كريم أو سمير أو ما إلى ذلك إذن إحنا كتبنا هذا غير كمثال فقط تاريخ ميلادي إذن تاريخ ميلادك ممكن تكتبه بهذه الطريقة مثلا غايت كتب اليوم إثناني وعشرون مارس ألفاني و إثنى عشر أو ثلاثة عشر إلى غير ذلك إذن المهم هنا تكتب تاريخ ميلاد ديالك هنا اليوم اللي تزديتي فيه هنا الشهر وهنا السنة توجد مدرستي في حي إذن اسم الحي اللي كنت توجد فيه المدرسة ديالك مثلا حي السعادة أو حي الوحدة أو حي النصر إلى غير ذلك المهم هنا أكتب اسم الحي اللي كان فيه المدرسة ديالك ما يعجبني إذن ماذا يعجبك إذن مثلا في أصدقائي يعجبني أن يتميزوا بالصدق إذن يعجبني الصدق مثلا يعجبني أيضا الانضباط في أداء الواجبات وما إلى ذلك إذن الانضباط يعجبني أيضا الوفاء إذن لا تحب الأصدقاء الذين هم غير مخلصين إذن الوفاء كذلك يعجبني التعاون مساعدة الآخرين وما إلى ذلك ثم ما لا يعجبني إذن الأمور التي لا تعجبك مثلا ما لا يعجبني إذن لا يعجبني الكذيب ثم لا يعجبني الغش ثم أيضا لا تعجبني الأنانية إذن لا تحب الأصدقاء الأنانيين وما إلى ذلك من الصفات التي لا تعجبك ثم بعد ذلك لدينا مما تتكون أسرتي إذن مثلا غالقلوا تتكون أسرتي من أب وأم وثلاثة إخوة وثلاثة إخوات أو نقول تتكون أسرتي من أربعة أفراد إلى غير ذلك هواية إذن لهواية ديالك مثلا هواية المطالعة إذن المطالعة أيضا جمع الطوابع البريدية جمع الطوابع البريدية أيضا السباحة إلى غير ذلك من الهوايات وهكذا من بعد ما ستكون كتبتي هنا الإسم العائلي ديالك وهنا الإسم الشخصي ديالك وهنا تاريخ الميلاد ديالك وتكتب هنا الحي الذي توجد فيه مدرساتك ما يعجبك وما لا يعجبك قلناها هو هنا ممكن تاخذهم من هنا وتكتب أيضا ما تتكون منه أسرتك وهوايتك قد أعددت بطاقة تعارف خاصة بك بعد ذلك لدينا أكتب بطاقات عن أصدقائي وصديقاتي إذن هنا ممكن تكتب بطاقة تعريف خاصة بالصديق ديالك إذن مثلا هنا تكتب الإسم العائلي ديال الصديق ديالك مثلا العمري مثلا هنا الإسم الشخصي دياله مثلا فاطمة خديجة سميرة شيماء أحمد علي سمير محمد إلى غير ذلك إذن ديروا العمري أحمد مثلا تاريخ ميلاده إذن تاريخ الميلاد ديال الصديق ديالك قولوا مثلا خامس وعشرين أبريل أبريل اللي هو شهر هو شهر ربعة ألفان وإثنى عشر أو ألفان وثلاثة عشر إذن هذا تاريخ الميلاد دياله توجد المدرسة في حي إذن المدرسة اللي كيدرس فيها الصديق ديالك تقدر تكون في نفس الحي اللي كين فيه نتايا وتقدر تكون في حي آخر مثلا حي النهضة تكتبوا مثلا هنا يا حي النهضة أو حي الرياض أو حي القدس إلى غير ذلك ثم ما يعجبه وما لا يعجبه ولكن تكتبت على الصديق ديالك ندروا ما يعجبها وما لا يعجبها وهنا ندروا أيضا الإسم العائلة والشخصي ديالها إذن ما يعجبه مثلا ممكن إذن ما يعجبه ممكن قوله مثلا مساعدة الآخرين إذن مساعدة الآخرين نضيفه أيضا الانخراط في الجمعيات والأندية إذن الانخراط في الجمعيات والأندية إذن الانخراط في الجمعيات والأندية ثم ما لا يعجبه إذن ممكن قوله مثلا ما لا يعجبه هناك الكسل إذن صديقي لا يعجبه الكسل لا يعجبه أيضا الشغب أيضا لا يعجبه الاتكال على الغير أو عدم الاعتماد على النفس إلى غير ذلك نشوف أيضا تتكون أسرته من إذن هنا ممكن قوله تتكون أسرته من أربعة أفراد أو من أبوين وأخت واحدة إلى غير ذلك الهواية إذن صديقي هوايته هي قراءة القصص مثلا قراءة القصص نديره أيضا صديقي هوايته هي السفر صديقي أيضا هوايته ممارسة الرياضة إلى غير ذلك إذن هكذا ممكن نكون قد أعددنا بطاقة تعريفية عن صديقنا إذن أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر